ولد وين؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذريد سيدنا إبراهيل حيث أن الجد العشرون للرسول صلى الله عليه وسلم يمتد إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام فسيدنا إسماعيل عليه السلام عندما جاءت سيدة هاجر مكة وكانت مكة لا يوجد فيها زرغم ولا يوجد فيها أي أحد في مكة ولكنها كانت صحراء جردان هاجر أخذها سيدنا إبراهيم عليه السلام ووضعها في مكة وقال لها وأمرها أن تكون في مكة وسيد سم سيدنا إسماعيل إبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى قائلا رب إني أسكنت من ذريتي الغواد الغير هذه الزرع عند بيتك المحرم ربنا لقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من السمراء صدق الله العظيم حيث أن سيدنا إسماعيل إبراهيم عليه السلام دعا هذه الدعوة وكانت سيدة هاجر عليه السلام ناس يسكنون في الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وأول قبيلة سكنت إلى جوارهم قبيلة جرهم قبيلة شن يزينم جرهم وهذه قبيلة عربية تزوج منها كبر سيدنا إسماعيل وتزوج منها وكانت هي قبيلة عربية وكانت قبيلة شن يزينم عربية نشأ سيدنا إسماعيل عليه السلام فيهم وتعلم منهم العربية وكانت من نسل سيدنا إسماعيل سيدنا محمد صلى الله أحسنتي ثم بعد ذلك نأتي إلى عامل فيل الذي ولد فيه الرسول متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم عامل فيل عامل فيل أحسنتي عندما أراد إبراهل حباشي ملك الحباشة أن يهدم الكعبة ولكن الله سبحانه وتعالى نجل الكعبة بس ما عرفنا قبل عندما أرسل طيرا أبا بيل وقتلت كل جيش إبراهل حباشي كل جيش مين؟ إبراهل حباشي في هذا العام ولد الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه كان يذهب كان ذاهب في رحلة التجارة أبو سيدنا محمد عبد الله أبو سيدنا محمد تسمي زينب؟ عبد الله ذهب في رحلة للتجارة في بلاد الشام وعند عودته إلى مكة وفته المنية يعني ماته هو رجع في الطريق ثم أمه كانت حاملا به وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في بطنه شهرين بعد ذلك ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيم الأرض يعني شنو يتيم الأرض؟ يعني شنو يتيم؟ أبو عايش ولا ميت؟ أبو عايش ولا ميت؟ ميت حلو يوم ولدته أمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولدته جاءت المرضعات وأخذت سيدة حليمة السعدية أخذته سيدة مين؟ حليمة السعدية حليمة السعدية السيدة حليمة السعدية أخذت الرسول إلى قبيلة بني سعد حتى للرضاعة وحتى يتعلم العربية الفصحة وحتى يتعلم اللغة العربية الفصحة فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها ثم بعد ذلك مكت عندها ثلاث سنوات مكت عندها كم سنة يا زينب؟ ثلاث سنوات وكانت تعود به إلى أمه السيدة السيدة أمينة بنتها وأم الرسول شا اسمها يا زينب؟ أمينة بنت شنو أمينة بنت شنو؟ أمينة بنت واحد ثم بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد من عند السيدة حليمة السعدية وعمره ثلاث سنوات مكت مع أمه حتى صار عمره ست سنوات حتى صار عمره كام؟ بعدها شنو صار يا زينب؟ ماتت أمه وعمره كم سنة؟ ست سنوات سنتين